حالي عندنا 4 شهر للإنسانية و 6 شهر للعلمية هذا بلوة النواب النواب شلو كان واحدة من الثين قل لك إحنا خوف ما ترام علينا يقول لك 4 شهر و 6 شهر وتطلع دكتور وشي كان شي سوي الناب واحدة من الثين واني قائلة وصارت اشكاليات عليه واحدة من عدة يجي يقول المدير العام الدارة البعثات وهذا معروف يجي يقول لها أنا والله شلو تروح وما أدري شلو ورد تبه وعد طيارة خاصة فشي يقول له اكتب لي تعهد يكتب لي تعهد أنا مضى التسعة تشهر أناكو ما أدري شنو يطلع وطبعا هذا يسوي عليه فضل وهذا يرتب وله ترتيبات خاصة وراه شي للتعهد والمعاملة ويشمر وكثير من النوابان يقول لهم إحنا يتسوينا وتحتسب شهاد تحتسب شهاد الآخر شي يسوي البعض البعض اللي ما عنده ما يريد يرتب هالترتيب عنده جوازين عنده دواز دولوماسي جواز عادي يطلع بأول مرة بالجواز دولوماسي يطلع ويجي يقول لهم يا باني طلعت بالجواز يكون خاتب جواز خاتب عنده راع ويروح ويرجع إذا أريد يروح ويرجع بالعادي يروح ويرجع وينما يروض يرجع بعد تسعة تشهر وحيان واحد يجب وراء 12 شهر وراء 12 شهر يجب خاتم قالوا ما نرعت 12 شهر زي أننا نخليناك وتعبنا عليه وعلق الصور لا لا دكتور إحنا مهمنا لا يستسهل الموضوع بهذه الطريقة هل من المعقول أن اللجان وفي وزارة التعليم لم ترجع لدقق لم ترجع لداخلية لم ترجع للجوازات يا باه هذا الشخص لا 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 لم تأخذ أي رجوع لا 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 لم تأخذ شيء يسمى البايسيز هو يروح يطهم جواز جواز عند دخول وخروج للبلد هذا الجواز يتقق عليه بالجواز الدولوماسي أنا نائب يعني سيدقق فقط هذا الاسم المحترم فقط بهذا الجواز الذي هو جواز الدولوماسي ويباوع الجواز لا يروح للداخلية حبيبي يا ريت نحن نروح للداخلية ونشيك ونروح للبلد المعني ليشه السموه من الذي يقدم على المعادلة تطول معادلته 4 شهر و 6 شهر بحجة تدقيق مدة الإقامة مالتك هذا الأول بشكل التالي هذا هم حديث طيب طبعا الأول كل التدقيق وكل التعقيدات وكل المشاكل ون توقع براس المواطن ون توقع براس المسؤول هذا القانون فصل للمسؤول اشتركوا في القناة